الاستلاء على أملاك المدنيين وتمس معالم وجودها خطة تتضح معالمها يوما بعد يوم في ريف دمشق ويقوم بتنفيذها النظام من خلال عدد من المهندسين الذين يتولون إلقاء الحجج على مسامع هؤلاء المدنيين الذين تتهاوى بيوتهم وتجرف بآليات النظام دون وجود أعذار حقيقية في هذا التقرير المصور الذي نشره موقع دمشق الآن الموالي ينقل على لسان أحد المدنيين هناك رواية النظام حول عمليات الهدم لمنازل ومسجد في مدينتي عين ترما وزملكة ليفضح ادعاءات النظام معامليه لكون هذه الأماكن غير مصنفة ضمن مناطق التوسع القانونية لأتستراد المتحلق الجنوبي النظام يلجأ بحسب المدنيين هناك إلى مباغتة الأهالي من خلال هدم منازلهم بمجرد مغادرتهم لها مشيرين إلى أن عملية الهدم تتم بإشراف مهندسين يتولون هذه المهمة عمليات هدم منازل المدنيين في الغوطة الشرقية والتي تجري بشكل يومي تعزز مخاوف المجتمع الدولي حول نية النظام الاستلاء على أملاك المهجرين وتغيير ديمغرافية المنطقة بحجة ما يسمى بإعادة الأعمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر